تخيل عالما لا تحتاج فيه إلى لوحة مفاتيح للكتابة أو عصى تحكم للعب أو حتى صوت للتحدث عالم تستطيع فيه التحكم بالتكنولوجيا بمجرد التفكير قد يبدو الأمر وكأنه خيال علمي لكنه حقيقة علمية تحدث الآن العلماء طوروا تقنية تعرف باسم وجهات الدماغ والحاسوب أو شرائح الدماغ والتي تمكن الأشخاص المصابين بالشلل من تحريك الأزرع الروبوتية والكتابة بسرعة بل وحتى التحكم بطائرات الدرون فقط باستخدام عقولهم ولكن هذا ليس كل شيء في هذه الحلقة سنستعرض أحدث الأبحاث الرائدة حول واجهات الدماغ والحاسوب والتأثير المزهل لهذه التقنية على حياة البشر وما الذي يحمله لنا المستقبل بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم النهاردة نشوف آخر إبداعات التكنولوجيا والكلام اللي لا ينتهي عن شرائح الدماغ والتطور الذي يحدث فيها وكيف سيتحكم الإنسان بمجرد التفكير في الآلات وكيف ستحكم فيه الآلات فيما يبدو بعد ذلك فالسؤال هل يمكننا التحكم بالأشياء بمجرد التفكير فبفضل ما يعرف بواجهات الدماغ والكمبيوتر brain computer interfaces أو شرائح الدماغ الأمر أصبح حقيقة علمية ففي الحلقة دي هنستعرض أحدث الابتكارات في شرائح الدماغ والتقنيات التي تتيح للأشخاص المشلولين استعادة الحركة والتواصل وحتى لقب الألعاب الزهنية مثل التحكم في الطائرات الدرون كيف تعمل التقنية دي؟ وما الذي يحمله المستقبل؟ تابعوا الحلقة لتكتشفوا المزيد ففي مواضيع الحلقة عندنا أول حاجة ما هي واجهات الدماغ والحاسوب؟ كيف تمكن شرائح الدماغ الأشخاص بالتحكم في الأشياء بأفكارهم؟ هل يمكننا مستقبلا التحكم بالهواتف والأجهزة عبر عقلنا؟ التحديات الأخلاقية لوجهات الدماغ والحاسوب هو ده الأهم أول حاجة ما هي واجهات الدماغ والحاسوب بالضبط؟ أو شرائح الدماغ؟ دي أنظمة ثورية بتربط الدماغ مباشرة بالحاسوب مما يسمح للأفكار بالتحكم في الأجهزة الخارجية فالوجهات دي بتعمل عن طريق التقاط النشاط الكهرابي في الدماغ وتحولوا إلى أوامر يمكنها تشغيل زراع روبوتية أو التحكم في مؤشر الحاسوب، الماوس، أو حتى تحريك شخصية افتراضية، روبوت أو أي حاجة ممكن تحركها بمجرد التفكير، الشرائح ستقرأ أفكارك وتنفذ أوامرك ففيه نوعين رئيسيين من واجهات الدماغ والحاسوب دي أول حاجة الواجهة غير إجراحية فدي بتعتمد على أغطية أو شرائح بتتركب على الدماغ أو على جبهة الوجه أو على مؤخرة الرأس فدي بتقيس الموجات بتاعة الدماغ وتنقلها عبر البلوتوث إلى الجهاز المراد تفعيله ودي حساسيتها لسه ما وصلتش للدرجة الجيدة فيه بقى الواجهات الجراحية التي تزرع داخل الدماغ تزرع الشرائح داخل الدماغ ودي اللي بتعمل عليها شركة نيورالينك مما يسمح بالتقاط الإشارات العصبية بدقة عالية تتجسس على إشاراتك العصبية وعلى مخك بدقة عالية وهي دي اللي بتقود أحدث الابتكارات الطبية اليوم فعلى مدار عقود كان المصابين بالشلل بيواجهوا تحديات كبيرة في الحركة والتواصل والاستقلالية ولكن بفضل الشرايح لديت بقى كل حاجة اتغيرت فتخيل أنك أنت بعد ما كنت ما تداش تتكلم بقيت قادر على الكلاب فجأة تستعيد يعني تخيل أنك غير قادر على الكلاب وفجأة تستعيد القدرة على تكوين جمل كاملة بمجرد التفكير تفكيرك يتنقل لجمل تتكتب على الكمبيوتر أو جهاز يلقطها وينفزها ففي إحدى الدراسات الرائدة في الحكاية دي تم استخدام وجهة الدماغ دي لمساعدة رجل مصاب بمرض التصلب الجانبي الدموري وخلته يقدر يتحدث في الوقت الفعلي يعني يتكلم عادي خالص خدت أفكاره وحولتها لصوت فاكتشفوا أن دماغه لا يزال يرسل إشارات للنطق الرجل اللي كان مشلول لأه من دماغه من جوه شجال خالص وبرغم أن عضلاته لم تكن تتحرك فالطاقة تواجهة الدماغ والحاسوب الإشارات دي وحللتها باستخدام الزكاء الاصطناعي وحولتها لكلمات منطوقة على شاشة وتحولها لصوت لو عاوزا فالتقنية دي تمنح صوتا لمن فقدوا قدرتهم على الكلام أشياء جميلة جدا فدراسة بقى حديثة لسه منشورة في مجلة نيتشر ميديسن أحسن مجلات أقوى مجلات الطب تم تطوير وجهة دماغ حاسوب يعني شريحة يعني قدرة على التحكم في حركات الأصابع حركات الأصابع بدقة مذهلة يعني من دماغك تتحرك صوابع تانية غير إيديك الإيد اللي هي فيها شلل دي ففي تجربة مذهلة استطاع الشخص مشلول التحكم في لعبة فيديو بيلعب فيديو جيم حضرته باستخدام عقله فقط قاعد كده ومشلول وعمال يلعب فيديو جيم فده إنجاز بيقولوا عليه غير مسبوك هيخلي الجماعة المشلولين يعرفوا يتسلوا ويمهد الطريق لاستعادة المهارات الحرقية الدقيقة للأشخاص المصابين بإصابات في الحبل الشكل ويمكن الجماعة الغير مشلولين كمان تعجبهم الحكاية ويلعب وهو قاعد بدل ما يقعد بقى إيه يلعب بصاب عقديو ولا حاجة فاكتشفوا أسرار جديدة عن الدماغ فإحدى المفاجآت المزهلة اللي كشفتها الوجهات دي الشريح دي هي إن الدماغ أكثر مرونة مما كنا نعتقد يعني ما كناش عارفين حاجة عن الدماغ كنا نعتقد أن لكل منطقة في الدماغ وظيفة سابتة كل حتة في الدماغ مسؤولة حتة تحرك الإيد حتة تشغل العين حتة تشغل الرجلين وهكذا لكن سابتة بعد ما دخلنا وتجسسنا على المخ إن ده الخلايا العصبية اللي بتتحكم في الإيد بمكن أيضا تتحكم في أجزاء أخرى من الجسم والعملية دخلة في بعضها والمخ أكثر تقدم مما كان يعتقد علماء التشريح فده بيغير فهمنا التقليدي لوظائف الدماغ فالتحكم بقى في الألعاب بالعقل فدي صورة جديدة في الترفيه يعني هينتك تكنولوجيا ترفيه جديدة فبيقولك بعيد عن مجالة طبي وجهات الدماغ والحاسوب دي بتفتح أبواب جديدة في عالم الترفيه في دراسة حديثة استطاع شخص مصاب بالشلل التحكم بطائر الدرون البحث بتاعنا ده النهر ده قاعد بالدرون بيلعب بالدرون ودرون افتراضية بس مرضوش يخلوها ايه درون حقيقية عشان ما يعوارش حاجة فباستخدام عقله فقط فالعرماء بقى طوروا البرين كمبيوتر انترفيس دي لشريحة الدماغ دي عالية الدقة جدا ممكن تفسر حركات الصواجع الصواجع المشلولة بس الحركات دي جوه المخ فتسمح اللي بيلعب ده بقيادة الدرون عبر مصار معقد يخليها تلف كده بقى وتحاور وتناور وتعمل الحركات الصعبة اللي بيعملها العالو هم عادين العاجو دوت دون الحاجة الى لمس اي جهاز تحكم بيقولك بقى ان ده لا يتعلق فقط بالترفيه فبالنسبة للاشخاص زاوي الاعاقة الحركية يمكن ان تمنحهم الالعاب الالكترونية شعورا بالحرية والتواصل الاجتماعي والتمكين ومع واجهات الدماغ والحسوب دي شراح الدماغ دي قد تصبح الالعاب اكثر شمولية مما يسمح للجميع بالمنافسة على قدم المساوات تلاقي واحد ما شلول بيلعب وبيكسب الجماعة اللي هي السلام في الشترونج في اللي مش عارف ايه في ألعاب يعني منافسة فهيلا اين نتاجه الان مستقبل واجهات الدماغ والحسوب لا حدود له تخيط عالما حيث اول حاجة يمكن لشخص مصاب بشلل كامل استعادة الحركة الكاملة باستخدام هيكل خارجي يتحكم فيه العقل يلبس بدلة والبدلة دي فيها حاجات بتحركها بدلة حديد ومخه هو اللي يحركه يبقى هو لبسها كده وماشي بيه البدلة تمام التمام ولا تحس ان هو مش لولي فيتم تاني حاجة يتم ارسال الرسائل النصية بمجرد التفكير فيها تلاقي ايه عمالة يبعت ويعمل المرسلات مع الناس عادي خالص جدا ويشتغل بقى ويبقى راجل تمام التمام يا وش شغله عادي احسن منه ومنك تقالت حاجة بقى ودي مهمة ان ممكن جراح سليم يجري عمليات جراحية عن بعد ما يكش يسافر ولا المريض يسافر له فباستخدام ازرع روبوتية تتحكم بها افكاره ويبقى الروبوت موجود في مصر والدكتور موجود في امريكا والروبوت هو الدكتور والدكتور هو الروبوت والعملية تبقى تمام التمام فتبقى العمليات الجراحية تتم وبدقة عن بعد رابح حاجة ان يصبح الواقع الافتراضي اكثر تفاعلا حيث تتحكم افكارك في التجربة بالكامل حاجة يعني هتبقى اكثر تعيش بقى جوه بقى النيورالينك كده وتعيش جوه الميتا والحاجات دي والميتا بيرس وتعيش احلامك وممكن تعمل كل حاجة تاكل وتشرب وكل اللي انت عاوز تعمله هناك فشركات مثل نيورالينك وسينكرون شركة جديدة كده بقى وغيرها تعمل على تطوير الجيل التاني الجيل اللي بعد كده من واجهات الدماغ والحاسوب دي الشرايح دي مع التركيز على جعلها لاسلكية ويرلس بولتوس امنة واسهل استخداما تمام والهدف النهائي انشاء اتصال سلس بين الدماغ والعالم الرقمي فالتحديات الاخلاقية بقى لواجهات الدماغ والحاسوب كل ده تجسس على الدماغ بتاع الانسان ده فالقوة الهائلة دي فمفروض فيه مسئولية كبيرة حسب ما الجماعة دول بيقوله فبينما تتقدم التقنية تطرح اسئلة اخلاقية مهمة فمن يمتلك البيانات التي تأتي من دماغك دي بقى كده هتكشف يا حبيبي وتبقى انت مفضوح ومش هتعرف تخبي حاجة عن المالك للتقنية دي تجدب لا عارف الحقيقة تنكر هو عارف الحقيقة عارف كل اللي في دماغك فهل يمكن اختراق وجهات الدماغ؟ لا مش ممكن الشركات اللي تختراعها هي اصلا اللي غالبا هتبقى هي اللي ممتلكة المعلومات دي فماذا لو بدأت الشركات في استخدام هذه التقنية لاغراض اخرى مثل قراءة الافكار او التأثير عليها يقول لك لازم تروح تشتري من حتة الفلانية وتاخد الحاجة الفلانية وتؤمن بالافكار الفلانية وتؤمن بالشخص الفلاني وتغير معتقداتك وحاجات خريبة ممكن تحصل لك جوا دماغك زي معنومات بتخرج زي ما هيحصل دونلود للمعلومات جوا دماغك فهذه القضايا يجب ان يناقشها العلماء والمجتمع والحكومات قبل ان تصبح هذه التقنية منتشرة على نطاق واسع ودي بقى من عندي وخصوصا ان اكبر كبار اللي بيطوروا الموضوع اعترف بنفسه وقال وانا شفتها في فيديو ان الهدف النهائي هو التحكم في عقول البشر انا مش عاوز احط الفيديو ممكن يكون عليه حقوق ممكن يكون عليه مشاكل فلكن انا شفت الفيديو ده وسمعته بقم ازني ان هو ان الهدف النهائي هو ليس مساعدة للمشلولين والعميان والطرشان والمشعرف والعينين لا ده الهدف السيطرة على البشر فمن يدفع وراء تطوير هذه التكنولوجيا ده اللي عندنا في التطور اللي بيحصل في موضوع شراح الدماغ وإلى اللقاء في حلقة قادمة وموضوع جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته